السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين ومتابعين ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد الذي سأتناول فيه خبرا عاجلا يقول الحوثي يكشف عن الصاروخ الجديد كشف قائد حركة فوصال الله في اليمن عبد الملك الحوثي بعضا من تفاصيل الصاروخ الذي ضرب مندقة أم الرشراش إيلات جنوبية الأراضي الفلسطينية المحتلة وكان الجيش الإسرائيلي قد اعترف بوصول صاروخ أطلق من اليمن إلى منضقة أم الرشراش وقال إنه يحقق في الموضوع وقال السيد عبد الملك الحوثي إن الصاروخ المدور تمكن من الوصول إلى أم الرشراش متجاوزا كل تغنيات الرصد والاعتراض التي لدى الأمريكي والإسرائيلي وأضاف في كلمة متلبزة له اليوم الخميس الصاروخ المدور فاجأ العدو الإسرائيلي وفتح الأخوة في القوة الصاروخية أفقا جديدا في تطوير المديات البعيدة مؤكدا أن تجاوز التغنيات الأمريكية والإسرائيلية في الرصد والتشويش والاعتراض يعني انتصارا كبيرا وتطويرا كبيرا للقدرات العسكرية اليمنية وتابع هناك تدورات أكبر وأكثر أهمية وتأثيرا بإذن الله تعالى ونترك المجال للفعل أولا ثم للقول وأشار إلى أن الصاروخ الذي وصل إلى أمي الرشراش والاستهداف إلى المحيط الهندي هي تدورات أهمية كبيرة جدا وأوضح الحوثي أن القوات اليمنية أضلقت 479 صاروخا ومسيرة تم إدلاقها منذ بداية العمليات المساندة لغزة ولفت إلى أنه تم تنفيذ عملية جديدة إضافية في المحيط الهندي هذا الأسبوع دون الكشف عن تفاصيلها بالإضافة إلى تنفيذ عمليات لاستهداف السفن الإسرائيلية والأمريكية في البحرين الأحمر والعربي أشكركم على حسن تابع الإصغاء ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة